المشكلة اللي حصلة بتاعت ملعب نهاية دوري الأبطال ناس كتير جدا بتقول أو ناس بتتكلم يعني أنا ما بحبش أدي وزن قوي للكلام السوشيال ميديا وعرف إن في ناس كتير قوي تبقى مش مسؤولة وناس كتير جدا مش مقدرة طبعة العلاقات بين الشعوب وبين الدول لكن فيه اتهامات الحقيقة من جوة مصر ومن برا مصر إنه الكاف بيجامل مصر عشان المقر التحاد الأفريقي هنا في القاهرة وأنا بيتيالي إنه الكلام ده يعني بالوقاع وبالمستندات وبالأمثلة على مستوى أندية ومنتخبات مش بتكلم على الأهلي بس إنه الكاف الحقيقة إن كان يعني ما بيخدمناش فهو الحقيقة في أوقات كتيرة جدا بيقف ضدنا يعني أفتكر مثلا على سبيل منتخب في وقع ما حصلتش أو في حدود معلوماتي إنها ما حصلتش أبدا مطلقا إنه تم عادة مبارات في تصفيات كهس العالم كانت مبارات مصر وزنبابوي مبارات لعبت في القاهرة هنا وفوزنا بيها ورحت خد قرارة تحد الأفريقي إن يعيد المباراة دي في فرنسا على ما أتذكر يعني الكلام ده كان 94 تقريبا مطش المباراة الفاصيلة بين مصر والجزائر فوق مدرمان كان فين الكاف منها مطشات الأهلي اللي خسر بسببها ألقاب كتير جدا 2007 النجم الساحلي ذهبوا عودة يعني فجر تحكيمي بيّن وواضح جدا إنه كانت النسخة دي موجهة بشكل رئيسي إنها ما تروحش للنادي الأهلي بصرف النظر عمين يفوز بيها بس المهم إنه الأهلي ما يكسبش النسخة دي من بطولة دوري الأبطال وكتبقى المرة الأولى اللي يفوز بيها نادي أفريقي وهو الأهلي المصري بتلت نسخ متتالية من بطولة دوري الأبطال مباراة الأهلي والترجي إيد إنرامو الشهيرة طبعا ضياعة لقب وبطولة عن نادي الأهلي ما حدش تكلم وما ظهرش حد من الكاف بيقول أسفين على الأقل للخطأ التحكيمي اللي قد ضياع لقب أو بطولة حالة الإرهاب والترهيب اللي بتحصل مع الأهلي في كتير من ملعب إفريقيا مباراة مصر والسنغال الأخيرة كان فين الكاف وكان إيه موقف الكاف من الخروج على النص اللي حصل فيها وليه ما طلبش بعادة المباراة زي ما حصل معنا قبل كده في مباراة مصر أوزينبابوي وغيرها كتير 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 بس ما عنديش وقت أتكلم عليه خلينا روح